كيفية استخدام تطبيق الحجز في مستشفيات جامعة المنصورة سنكون في هذا الفيديو بشرح كيفية الحجز في مستشفيات جامعة المنصورة باستخدام تطبيق الهاتف المحمول. بعد تحميل التطبيق، كن بتشغيله من الاختصار الموضح. إذا كان لديك حساب مسبق، كن بتسجيل الدخول. أما إذا كنت تستخدم التطبيق لأول مرة، فيجب إنشاء حساب. بالضغط على إنشاء حساب جديد، سيطلب منك التطبيق إدخال بيانات هامة، وهي رقم الهاتف، البريد الالكتروني، بطاقة الرقم القومي. ملاحظة هامة، يجب أن تكون هذه البيانات صحيحة، حيث سيصلك كود تفعيل لتتمكن من استخدام التطبيق. بعد إتمام إدخال البيانات، كن بالضغط على متابعة. وسيصلك كود تفعيل، كن بكتابة الكود في الخانة الموضحة. إذا لم يصلك الكود، يمكنك الضغط على إعادة الإرسال ليصلك الكود مرة أخرى، ويفضل التأكد من سلامة إدخال البيانات. بعد إدخال الكود، كن بالضغط على تحقق. وفي الخطوة التالية، سيطلب منك التطبيق تحديد كلمة المرور. يجب مراعاة أن تكون كلمة المرور مكونة من حروف وأرقام وعلامات خاصة. بعد إدخال كلمة المرور بالقواعد المتابعة، كن بالضغط على متابعة. سيطلب منك التطبيق في الشاشة التالية تسجيل الدخول باستخدام بطاقة الرقم القومي في اسم المستخدم وكلمة المرور التي قمت بتحديدها. بعد إدخال البيانات، كن بالضغط على تسجيل الدخول. إذا كان لديك حساب مسبق ونسيت كلمة المرور، يمكنك استعادة كلمة المرور بالضغط على هل نسيت كلمة المرور. عندما تكون مستعد، كن بالضغط على تسجيل الدخول. في الشاشة التالية، سيطلب منك التطبيق استكمال بعض البيانات. كن بالضغط على البيانات الموضحة، الاسم الرباعي والمدون على بطاقة الرقم القومي، الاسم باللغة الإنجليزية، رقم الهاتف، العنوان، المنطقة التابعة لها العنوان. بعد إدمام الإدخال، كن بالضغط على متابعة. في شاشة الموضحة، سيظهر أمامك أي موعيد قد تم حجزها. للطلاع على معلوماتك، كن بالضغط على علامة البروفايل أعلى يسار التطبيق، وسيظهر هنا البيانات الشخصية الخاصة بك. لحجز موعد، كن بالضغط على إضافة حجز. يمكنك البحث من خلال الخانة الخاصة بالبحث عن مستشفيات في أعلى الشاشة، أو باستعراض المستشفيات من القائمة الموضحة، واختيار العيادة المرغوبة، ومن التواريخ الموضحة، يمكنك حجز موعد. كن باختيار موعد، ثم كن باختيار وسيلة الدفع، وضغط إحجز. كما هو موضح، تم اختيار وسيلة فوري للحجز. سيقوم التطبيق بعرض كود لك. بهذا الكود يمكنك التوجه لأي منفذ من منافذ فوري، وسدد المبلغ. عند إتمام الحجز، سيظهر أمامك الموعد الذي كنت بتحديده في الشاشة الرئاسية للتطبيق. لعرض تفاصيل الحجز، كن بالضغط على الحجز الموضح، وسيظهر أمامك البيانات الشخصية والعيادة التي قمت باختيارها، والموعد. وإذا كنت أتمامت السدد، سيظهر هنا أن الحجز مدفوع. لتعديل الموعد، كن بالضغط على تعديل، ويمكنك اختيار تاريخ آخر من القائمة التي تظهر في الأعلى. عند اختيار الموعد، كن بالضغط على تعديل، ليظهر أمامك تعديل الموعد كما هو موضح. يجب مراعاة عدم اختيار أكتر من موعد في نفس العيادة حيث لن يسمح التطبيق بعمل ذلك يمكنك إضافة حجز آخر باتباع الخطوات التي تم شرحها إذا كان لديك رغبة في إلغاء حجز كن بالضغط على الحجز وفي الأسفل ستجد مفتاح لإلغاء الحجز كن بالضغط على إلغاء ليتم حسف الموعد